ما السيادة؟ الأرض التي يحرم المساس بظاهرها قبل باطنها من يد الخارجية؟ أم الدولة التي تحفظ للناس أمنهم وأملاكهم وحاضرهم ومستقبلهم؟ فقبل ذلك كله تحفظ كرامتها أمام تدخلات الخارج وتنتزع لنفسها حقها في القرار؟ تجاهر الدول في شتى بقاع الأرض بحقها الكامل بموارسة سلطتها وحماية أرضها دون أي تدخل من طامع أو وصي غير أن ذلك يعد ترفاً بعيد المنال عن اليمن وقد فتحت سلطاته أبواب البر والبحر والجو لمن يطمع في أرض أو يطمح الاجتداء تاج إمبراطورية لو وضع على أرضه لغطى حدود دولته من البحر إلى الصحراء من رحم لفظة السيادة تخلقت صراعات وحروب وتفجرت أزمات قدمت فيها الدول الغالية والنفيسة في سبيل الدفاع عن أراضيها وها هو اليمن حيث الحرب والفقر والضياع في خريطة الأطماع الخارجية لا دولة ترعى حقوق الإنسان ولا سلطة تحمي حدود الأرض وخيراتها صنعت ظروف اليمن القاهرة لخيال الإمارات وهمها العابر لحدود السياسة والحرب فراحت تفتش في باطل الأرض عما يصنع لها مجداً مسلوباً تساعدها سلطة هي الأخرى تشكلت بطريقة خاطفة لتوائم حالة الاستلاب وشرعانة الأطماع الخارجية وهو ما منحه مجلس القيادة في رده لجميل تصعيده إلى كرسي الحكم من العدم تمضي الإمارات في أطمعها بخطة متسارعة لا يقفها غير الرفض الشعبي الذي يحاول تعطيل عجلة تجريد الأرض من هويتها وقد نزع عنه غطاء دولته فبات يقاوم وحيداً فطرست الطامع ولؤم القادة وانحسار الخيارات فما هي السيادة إذن إن باعت الدولة وتخلت عن واجبها وما هي الدولة إن سلم قادتها قرارهم للخارج ترجمة نانسي قنقر